تاريخ اغتصاب الحقوق عن طريق التحوير في الكلام والكلام بالباطل تاريخه قديم من أول ما الإنسان بيفقد الحق فيفقد معه الحجة لكنه متكبر وعنيد فيبدأ يستخدم أساليب ملتوية في الكلام عشان ياخد حق اللي قدامه من أول الكذب عشان ما يطلعش غلطان مرورا بإرهاب اللي قدامك برميه بالباطل بصفات مش فيه عشان يتخضه ويتراجع ده اللي سمته الشريعة البهتان بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد يحتمل بهتانا وإثما مبينا مرورا بالصوت العالي والتمثيل أنه هو تأثر على وزن خدوهم بالصوت لا يغلبوكم مش خدوهم بالحق خدوهم بالصوت وصولا للدخول في مواضيع سلبية في تاريخ العلاقة عشان اللي قدامك يرهق من كتر النقاش وجايبانك للتاريخ الأديم والجديد فما ياخدش منك ولا حق ولا باطل زي ما كان المشركين بيعملوا زمان لما كانوا بيتكلموا بصوت عالي ويقولوا أي حاجة عشان يعملوا صوت على كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسمعه الناس وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الحوارات الباطلة دي ساعات بنت أو ولد يعملوها مع أمهم لإسكتهم لأنهو والولد والبنت عارف أن يماشي بطريقة غلط ومش عايز حد يربني بصراحة فيسكتوهم بكلام مش كويس ساعات بتحصل ما بين الصحابات في صورة نجوة واحدة مسكة ودن واحدة وعمالة تكلمها على واحدة تالتة وعمالة تحكي لها قصة حصلت اسمع شوية تحبيش باطلة عشان ما تغلطش نفسها وتأسي قلوب الناس على صحبتها اللي هي شيلة منها بيحصل التحوير في الكلام ده على ترابسة الاجتماعات قدام المدير عشان واحد ينسب لنفسه مجهود ويخده من زميله وربك يقول وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وحذر منها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحا بحجته من بعض يعني بيعرف يكلم أحسن فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار كسبت في النقاش خدت حق مش حقك ربك بيقول إنني معكما أسمع وأرى وبيقولك يوم القيامة يوم الفصل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما آبا لن يتكلم إلا صاحب الحق صاحب الباطل اتكلم كتير في الدنيا ومش هيتكلم إلا من قال صوابا عشان كده خليك منصف ومرر كل كلمة بالذات أثناء الخلاف على قلبك الإنسان لو أصيل بيأنف أنه يفتري أو يكذب حتى لو كانش مؤمن بربنا تعرف سيدنا أبو سفيان قبل الإسلام كان معدي بقافلة قدام قصر هرقل فهرقل قاعد في الحاشية فعرف أن فيه قافلة من العرب فنده لعل حد فيه يكون أقرب نسبا لسيدنا محمد فطلع له أبو سفيان فضل هرقل يسأله أبو سفيان يرد بصدق رغم أن أبو سفيان القائد في الحرب ضد النبي عليه الصلاة والسلام وما كذبش كذبة على النبي ولا افترى في الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ما خرج حس أنه هو شكر في النبي لأن اللي يصدق على النبي مش هينئل إلا الخير فقال أبو سفيان والله لو لا الحياء أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه أنا مش عايز لا أنا أقول على نفسي ولا حد يقول عيادة كذب وحول في الكلام وافترى أبو سفيان اللي كان مشرك لكنه يأنف من الكلام بالباطل فعمل حسابك بقى دايما على مراقبة الكلام حتى لا يخرج من هذا اللسان إلا ما تريد أن تراه في صحيفتك غدا فاللهم يا حق من كان منا على غير الحق فرده بالحق إلى طريق الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر